لاستدراك ما ضع من الدروس في الإضرابات المتوالية الموسم الحالي وزارة التربية الوطنية تلجأ لآلية التعديل البداغوجي لاستكمال المقرر الدراسي في موعدها المحدد مفتشو التربية يقدرون حجم الدروس الضائعة بأقل من 25 ساعة في المادة الواحدة لما نحسبون القاوة تقريباً الغالبية بين 20 ساعة و22 ساعة و25 ساعة ولتسهيل من مهمة المدرسين في استدراك الدروس وضعت الوزارة استراتيجية تطيح تدارك التأخر المسجل بالتشور بين المعلمين والمفتشين التربويين بمجرد العودة بعد الإضراب للطاول والفات جلسة بين الأساتذة والمديرين والإدارة التنوية وممثلين الأقسام للتلاميذ كل قسم تلميذ تعنيها أي حضر تلميذ هذا وسيتم تقلص بعض ساعات الدروس عبر إلغاء التمارين وأمثلة المتشابهة وقد اختزال الملفات المدرجة في أكثر من مادة بعد أسابيع من الشد والجذب بين النقابات ووزارة التربية الوطنية ضيعت على التناميذ عشرات الدروس فهل سينجح التعديل البداغوجي في استدراك الساعات المهدرة